الزمالك والرجاء باشيكو يتعامل معا زي بس اولا يعني الموضوع يعني فيه اقويل كتير جدا على مفرجاني سياسي بصراحة في الفترة الاخيرة بس في الجزء المدفعين الاربع اللي وراء هم الافضل اه يعني ابو جبل وعبدالله جمعة والوينش ده اللي هم دول يعني الخط اللي بتلاعب في الفترة الاخيرة وفيه تفاهم وفيه تجانس في الفترة الاخيرة طارق حامد طبعا يعني عنصر اساسي في نص الملعب شوف هنيجي الفرجاني يعني خلينا نتكلم في التلاتة اللي قدام زيزو ووباما وبن شاري بن شاري ومصطفى محمد هم يعني هم افضل اربعة اللي عبوا في الجزء الهجومي هم الافضل في الفترة الاخيرة ده التشكيل المتوقع للزمالك يعني هي بس المشكلة لو فرجاني ينسيسي ملعبش طيب في حالة بقى لو فرجاني ملعبش اه دي مشكلة بقى مشكلة بسراحة ياه اه لا مش ليه ما زمالك ليه بمحمد حسن في المنشط دوري اعزين نفسي شوية مالش اعزين نفسي من المنشطة بتاعت الدوري ونفسي من المنشطة اللي هي بتاعت البطولة ما تكرنش حاجة بحاجة دي بطولة ودي بطولة تانية خالص انت انت مكان بشي كل وقت طيب عندك فرجاني ساسي واصل النهاردة ماشي هو بالشكل اللي انا شايفه غالبا مش شايف لعب اه غالبا نعم ما بلعبش بعله فترة بنسبة تسعين في المية بعيد عن الفريق الفترة اللي فاتت هو كان بيعتمد على محمد حسن طيب الظهر بشكل يعني مش وحش الظهر بشكل طيب انت مش مقتنع مش مقتنع لان هو لسه الولد صغير ممكن لسه برضو ما خدش الخبرات الكفاية طيب ده ممكن يبقى حافظ لي لا بس يا اسلام موضوع البطولة افراكيا يعني بطولة دور افراكيا مختلف عن الدور المصري ليه بقى مختلف بطولة بطولة كبيرة فيها عامل نفسي وعامل معناوي وبطولة كبيرة جدا متابعة فيها موظيف كل ده ضغط كبير جدا على لعبة مش اي لعب يتحمل الضغوطات دي طيب لو فرجاني ساسي شايفين لو فرجاني ساسي لازم يتلعب بثلاثة في نص الملعب ياه طب مين التلاثة يعني ممكن تنزل اكيد هتستعين بيوسف اوباما في الجنب طريق حامل شوال اوباما هو مين مكان اوباما بقى موضوع صعب خلي التشكيل قدام الناس عشان الناس تتحيل وجهة نظر ابراهيم سعيد ما هو بس هو المشكلة ان انت برضو عندك اللي موجودين بره برضو بقالهم فترة ما بيلعبوش يعني طيب انت الوقت اللي بتغطل التشكيل ابراهيم هي صعبة ما هو بس موضوع فرجاني ساسي مصعب الدنيا ماشي يعني عارف اللي هو صعب لك التشكيل كلها انت من وجهة نظرك فيه فيه ازمة الوقت هتحلها ازاي انت راجل موديل فني انت زمالك للمباراة دي لمدة دقيقة حلها عشان الوقت خلص بص يعني طبعا يوسف اوباما هلعب اربعة تلاتة اتنين واحد ماشي اوباما مين بقى مكان اوباما مصطفى فتحي برضو في الفترة الاخيرة مش مش في مستوى يعني لو مصطفى في المستوى المعهود لي كنت ممكن اخليه يلعب بس هو بعيد تماما يعني هو نجم هو نجم يعني ممكن هيبقى ليه تواجد عشان الخبرات بتاعته عشان واحدة اجواء المغرب بس اما ان انا هلعب باتنين بس في نص الملعب دي صعب جدا لازم هلعب بثلاتة لازم حتى لو فرجاني الساسي برضو هيبقى متواجد لازم اقف في نص الملعب كويس لان انت عندك فرقة الرجاء لعبة كورة لعبة كورة فمش هتقدر يعني في ظل الامكانات اللي موجودة دلوقتي وفي الموضوع انهم لسه واخدين البطولة الدوري ده برضو مديهم دافع انهم يوضوا بطولة افريقيا فالموضوع صعب بصراحة بس اعتقد انه بنسبة 90% فرجاني مش هيب لانه حتى لو لعب بقى له فترة بعيده وحتى في الفترة الاخيرة بقى له فترة كبيرة يعني ساك من الاجواء الاخيرة هو مش مركز يعني اشتركوا في القناة